السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حلوية مايا اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيك اقتصادي كيك يومي بمكونات جد بسيطة كي جلد بزاف خفيف وشيش تبني الفيديو دي اليومينا الاعجاب ديالكم وتعموني بلايكاتكم وتعلاقاتكم ولكتو جداد في قنات فمرحبا بكم والف مرحبا شاركوا في قنات وفالوزر الجرس باش دائما توصل بجديد الوصفات نخليكم دابع مع المقادر وطريقة تحتار بسم الله بالنسبة المقادر كنحتاجو جوج حبات ديال البيض اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبع اللي غنوضعوهم في ايناء بهذا الشكل هذا من بعد غنسيد عليهم كأسئلة ربع من السكر الخاشين اي سكر سانيدة مايو عادل 150 جرام وكنخدمو السكر مع البيض حتى كيدو بلينا السكر جيدا ومالافضل السكر حاولو تغربلو باش تحيدو منو هدوك الحبات اللي يكونو كبار كنبقى كنمزج بها الطريقة حتى نساج مليا المكونات ديالي كنضيف نسف كأس من الزيت مايو عادل 100 ميلي لتر دائما مع التحريك المستمر حتى نساج مليا الزيت مع خالط ديال البيض والسكر وما يبقاش عندي الزيت ملي مفروق يعني واللي عندي خالط اللي هو منساجم في من بعد غنوضع الخالط دياليه ايه للجنب وناخذك صغير ممتليئ من الحليب مايو عادل 190 ميلي لتر كنوضعو فك سرونا وغنضيف ليهجوج معالق كبير من الزبدة وكنوضعو니و على النار حتى كيغليليه كنوضعوهم على نار متوسطة أو كنخلي الملي حتى كدو بليه الزبدة مزيان هنخليه هومي عليه و هنكمل الكيك ديالي كنعود لمزج الخاليط ديالي من بعد كنضيف كأس من الدقيق على الخاليط بهذا الشكل هذا و هنضيف قبزة ديال الملح هنحرك الدقيق ديالي مع الخاليط جيدا بهذا الشكل هدا كنحاول ندخل هدك الكأس ديال الدقيق في باقي المكوينات من بعد نضيف 8 جرم من خميرة الحلويات و كنمزج جيدا و كنبقى نضيف الدقيق ديالي بالتدريج و انا كنخل و بنيسبة الكيمياء ديال الدقيق فانا استحملت جوج كؤوس و نصف من الدقيق بابار كأس لانبا و لكن الكيمياء ديال الدقيق كنتختلف على حسب النوعية ديال الدقيق نخلقه به و ايضا حجم البيضاء فكيلعب دور كنبقى نمزج حتى كنحصل على خاليط بهذا القاوة ديبا غنضيف الحليب من بعد مغلالية مع الزبدة غنضيفه مباشرة فك الخاليط و هو مازال سخون ما تخافوش فرا ما كيبطلش لنا المفعول ديال خميرة الحلويات و كنبقى نخدمو فيه بهذا الشكل كنبقى نضيفه في الدقيق بالتدريج حتى كنحصله على خاليط ديال الكيك اللي احبطك خط اللي هو متاصل ما كيتقطاش و في نفس وقت إلا بغينا نكتبو به رقم تمانية فوق الوجه ديال الكيك كيتكتب بكل سهولة و بالنسبة الناس اللي كيهبط لهم الكيك فهو ما كيديرو الخاليط ديال الكيك خفيف الخاليط ديال الكيك خاصو يكون غادل تقاله و لكن ما تقلش بالنسبة ليه كيما قلت لكم فانا اخذ ليه هاد الكيك كامل جوج كو قص و نصف من الدقيق هنا يمذر بتشريكم المقطع باش تشوفوا القاوم ديال الخاليط كيفاش كيكون فرا كيكون غادل تقاله هنا يقسم الخاليط دياليه على جوج و غناخد جزء من الخاليط غنوضع فيه جوج معالغ كبيرة من الكاكاو المر و كنحركم جيدا حتى ينسى جمليه الكاكاو مع الخاليط دياليه جيدا استمر في المزج حتى كيسبح ليه الخاليط دياليه بهاد القاوم ديبا غنوضعوه جانبا و غناخد مول او لقالب اللي اسبق ليه دهنتو بالزبدة تقدروا تدهنو بالزيت و ترشوه بالضقيق او لا توضعو فيه ورق الزبدة و كنبدو نوضعو فيه جوز من الخاليط الابيض بهاد الشكل هذا و غنوضع فوقها جوز من الخاليط ديال الكاكاو كنستمر بهاد الشكل كنوضع جوز من الخاليط الابيض و جوز من الخاليط ديال شوكولة و جوز من الخاليط الابيض و جوز من الخاليط ديال شوكولة بالتناوب كيما كتشوفوا معايا كنستمر حتى كنكمل الخاليط دياليه الكامل بنفس الطريقة كما كتلاحظوا معي الخليط دي الكاكاو اقل من الكمية دي الخليط دي الابيض لانه من بعد اللي درتوه نص دي الخليط دي الكاكاو ونص دي الخليط الابيض فراك يغلب الخليط دي الكاكاو على الخليط الابيض وكدي الكيك ديالكم غالب اليها الاسود وما كديش زوينه كنستمر بنفس الطريقة كما كتلاحظوا معي الطريقة جيد سهلة نتمنى الفيديو ديال اليوم هنا الاعجاب ديالكم ودعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم وايضا اقتراحتكم من الفيديوهات اللي بغيتوني نحضر معاكم نستمر حتى نكمل الخالي ديالي كامل بنفس الطريق من بعد موضع الخالي ديالي كامل في المول كندخل الكيك ديالي الفرن اللي مسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة وكنخليها الطيب لمدة ما بين 30 حتى 40 دقيقة وكنشعل عليها من الاسفل حتى كالطيب ليا من بيضا نشعل عليها الفرن من الاعلى باش كالتحمر ليا بعد ما طابت ليالكيك ديالي كتكون بهاد الشكل هادا كما كتلاحظو معايا كتجي شيشا كتجي رطبة بزف وكتجي لديده في المعطق ديالها ديبا غنحيدها من المول بهاد الشكل هادا كما كتلاحظو كتتحيد بكل سهولة ديبا غنمر باش نزينها وبالنسبة للتزيين اخذت تمنيت القطعة من الشوكولة السوداء دوبتهم على حمام مائي دفت لهم جوج معالق من الحليب وحركتهم جيدا حتى صبح ليا بهاد الشكل هادا ديبا غنزين بيهم الكيك ديالي من الوجه ديالها وبالنسبة للتزيين كيبقى اختياري تقدروا تزيينوا باي حاجة متوفرة عندكم او لا تخليوها غير هكاك فرا كتجي لديده بزيف هذا موضع الشوكولة للكيك ديالي كتكون بهاد الشكل هادا ديبا غنمر باش نقطعها وهذا هو الشكل ديال كيك ديالنا كيفاش كتجي من الداخل فرا كتجي راقية في المنظر ديالها وكتجي لديده بزيف الماضيق ديالها كنتمنى فعلا انكم تجربوا هاد الوصفة وانا اكيدة ان شاء الله اللي جربتوا هاد الوصفة غتنا لإعجاب ديالكم لانها هكا الجلديده وخفيفة وشيشة نتمنى تدعموني بلايكاتكم وتعلاقاتكم وايضا اقتراحاتكم والوصفات اللي بغيتوني نحضر معكم ولكتو اول مرة كتجي لديده القناة ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات وإلى الوصفة قادمة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر